اهلا بيك يا بشماندس اهلا بيك يا عزائي المشاهدين وكل سنة وحضراتكو طيبين فعلا الغيبة طالت شوية من شهر رمضان ثم اجازة العيد ثم العزل المنزلي بفعل كورونا ربنا يحميكو جميعا ويحفظ مصر ويحفظكو جميعا ان شاء الله لكن فعلا ما التطوير المجهل الغيبة طالت شوية لكن لازم يعرفوا انه لازم نبقى عارفين انه سبب الغيبة في تطوير في القناة ان شاء الله هتشوفوا شاشة جديدة القناة الاهلي تليق باسم النادي الاهلي وتليق بطموحات حضراتكو لكن فعلا لان جاوز الظالمون المدى كان لازم ان نطلع حتى ومن امام دولاب البطولات في قلعة الاهل الشامخ ده اختصار صغير جدا عنوين لتاريخ شامخ عملاق لا يستطيع ان يقترب منه احد وهنا المشكلة هنا المشكلة لكن المشكلة الاكبر اللي من هنا الحقيقة طوال فترة الاجازة والناس قاعدة في البيت كانت فرصة كتيرة جدا لكتير من الرغي وكتير من الجهل وكتير من الكتب كمان لان وجبات الكذب المسمومة اعتقد حضراتكو وتابعتوها واندهاشتو كتير جدا الاهلي ساكت الاهلي ساكت بس الاهلي ما بيسكتش على طول اشتركوا في القناة